السلام عليكم اتمنى تكونوا بافضل حال وانتم ما كتشوفوا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله فيديو جدي اللي بعدها تطلب مني بزاي بزاي في القناة واستسمح حت عطلتوا عليكم لفيديو عن تغذية الطفل غادي نتشارك معكم بعض النصائح تجربتي الشخصية وكذلك بعض واجبات للاطفال اللي تقدروا تستفدو منهم فانتمنى يعجبكم هذا الفيديو وانتمنى تستفدو منه وكذلك اذا كنتي اول مرة كتشوفي القناة فانتمنى تشتركي وتفعلي خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد اول حاجة قبل ما نبدأ الموضوع فانا ماشي اخصائي ديالتغذية او لا قاري على هادشي انا فقط ام دخلت المكلة للابن ديالها وسولت ناس دردغوا الشيخش وجمعت بعض المعلومات المتواضعة اللي نتشاركها معكم اتمنى تفيدكم فاول حاجة قدي نهضر عليها هي اللي ديما نسألوها اللي هي امتى سنبدأ الماكلة الابن ديالي فابغيت نقول لكم باللي كان ينديسين اللي كي يبينو باللي الطفل مستعد يتقبل الماكلة اول حاجة كنعرفو رد ضعف ان شاء الله كيتزاده ما كي يكونوش كي قدروا يعني تحكمو في الرقبة ما كي تحكموش في الرقبة ديالهم فاول حاجة نشوفوه الشيخ يتحكم في الرقبة دياله يعني مشي رويسوا ديما هكا كي قدر يوقف الرويس دياله تاني حاجة هي انه وفاشك تحطي فوق الرجيلة ديالك وكتكوني كتاكلي كتحسي بي كي تبع الدغمة فاشك تديال فمك هادو بعض الاشارات اللي تقدر تفيدكم الحاجة اللي مقدر نقول لكم على تجربة الشخصية انا بديت لابن ديالي على تلتشهور ونص يعني هما كينسحوا سواء على تلتشهور او لتشهور انا شخصيا بلي لحط في هذه الماكلة دياله على تلتشهور ونص بديتلي بالمدية الخضر اول حاجة بديتلي بالمدية الخضر فكنت كنسلق الخضر كنناخد خيزواء كورجيتا بطاطا بوارو ججوريقات دياليزيبيناغ وكنت كنديرهم في الما بحالة غدي نسلقهم غير هو الفرق ما كنتش كنعطيه الخضر لكن كنت كنعطيه الما بما انني كنت كنعطيه الرضاعة الاصطناعية فكنت كنخلطها لي مع البودغ ديال الحليب اللي كنت كنعطيه بالغضاء والعشاو استمرت على هذا الشيء لمدة اسبوع من بعد بديتلي الخضر بديتلي الخضر بديتلي الخضر اللي كنعرفوه كامل اللي ما فيها لغاز لا مهم ذلك الشيء اللي غد يضرروا في كريشتهم الغازات وذلك الشيء بديتلي بكورجيتا الخزو قرع أحمراء بتاطا البوارول لكن لك تكون قصحة شوية بالغضاء السميدة تحنه كنت أعطي الروز بالحليب في الأشياء كنت أركز لي على هذا الشيء الذي يكون بالحليب وصافي أنا صراحة لم أكي يقول لك بدأي لي بوحد الخضراء واستمر عليها ثلاثة أو أربع أيام لكي ترى ما تقدر تعطيه شيء حساسية أنا الحمد لله بديت لي بقاع الخضراء لقد قمت بقاع الخضراء ومتسنة والحمد لله لم أكن أحساسي على هذا الشيء مهم أتمنى أن نكون نسيته فعادي الوليدات في الأول لا يريد المكلف فالشيء جديد عليهم شيء لا يمكن أن يكون المكلفين حليب فتقدرين أن أعطيهم علقات نهر الأول نهر الثاني يجمع علقات نهر الثالث لا يريد وكذا يجب أن يكون المكلفين على المكلفين ويقول أنه يريد أن يأكل فأنا والدي في الأول لا يريد أن يأكل لأنه يأكل غرب كما يأكل غرب بشوية بشوية لا تعصبوا مع الوليدات في المكلفين لأنه لا يريد أن يأكل بطبيعة الحال وصافي النصائح الأخرى التي نقدر أعطيكم هو تبعدوا بما أمكنها للأبناء على الحوايج المصنعة والحوايج فيها مواد حفظة فصحة الطفل في الأعوام الأولى هي الساس يعني إلا بنينا شيء مرة بالأساس ستردم وكذلك الصحة الأطفال في الأعوام الأولى مهمة جدا وكذلك قدمنا حفظنا عليها وعطيناهم شي حوايج مفيدة وبعدنا الحوايج اللي دارة فكيكون أحسن حاولوا تبعدوا مع الحوايج اللي فيهم مواد حفظة حوايج مصنعة حاولوا ترتاكزوا على شي حوايج اللي انا كنا نصاوبها في الدار وكنا نعرفوا شنو فيها فالله يحصل العوان كين الأمات الممثاليين كين الأمات الخدامين ما عندهم مش الوقت فالنصيح الممكن أن أعطيك هو أنك تبقيت بحذب الويكند كيخاوي تقلصي تدير إليه واجبات 3-3-4-5 جمعة وتحتفضي بهم في كونجيلاتور تأخذ ذلك القريعة التي تتبعه في الفارماسي وتكتبي تاريخ كل وجبة امتصابتها وتحتفضها في كونجيلاتور هذه تبقى وسيلة التي تسهل عليك بطبع الحل الخدر تفقد بطبع الفيتامين ولكن كيكون اللهم ما كاكلنا نأخذهم لهم شي حاجة مصنعة كيكونوا في الجرونس يغفاس سأخذكم مع الفقرة الثالثة التي سأعطيكم بعض الأفكار الوجبات للأطفال من 8 أشهر تقريباً لما فوق وسأحاول بما أمكان من القدام نتشارك معكم مواضيع التي لا تقترحوها على الأطفال التي تريد أن نهضر عليها طبعاً عن تجربتي الشخصية وأنا أم جديدة التي كنت تعلمها و كنت أعرفها و كنت أعرفتهم والذي أنفعوني نستطيع أن نتشارك معكم بالنسبة لوجبة الفطور كان أصبح شيئاً سهلاً و مغدية في نفس الوقت و فيها فوائد الطفل فأنا في الفطور يأخذ الحليب و كنت أعرف هذا الوجبة و كنت أعرف فكرة اليوم من الأيام لتغذية الإبنة التي تستفيدوا منها فأنا أخذ شوفان شوفان مصدر كبير و مغدية و مفيد للأطفال كما مفيد للأطفال و بانانة سوف نعرف الفوائد الموجودين في الفواكه مهمة جداً سوف نعرف كيف نحضره فأول شيء سوف نأخذ الكيمية التي سوف نحضر لها الوجبة الفطور كما ترى كمية مهمة صغيرة سوف نأخذها و سوف نأخذها من المشكلة سوف نضيفها و نضيفها و سوف نضيفها و نضيفها لكي نحسده لا يصبح أطفال لكي لا يصبح أطفال و سوف نضيف لا يوجد الشوفان و سوف نضيفه في الطبق و نضيفه البانان بما أني أنا عندي البانانة كبيرة ف سوف نضيف غير نصف سوف نضيفه و سوف نحاول نمزجهم بحيث غير هذه الحلوة البانانة هي التي سوف نضيفها لسلة و هذه الوجبة من الأطفال من 8 أشهر إلى فوق و سوف نضيفها الوليدات الكبيرة و سوف نضيفها بعض المكسرات بحل اللوز القرقاء تمر و الزبيب و نضيفها و نضيفها كجزوينة و مغدية في نفس الوقت ف بالنسبة لوجبة الغداء سوف نضيف لي شيء سريع و سهلة و في نفس الوقت مغدية اختارت نضيف لي اليوم صدر ديال الدجاج مع الخضر بوحدة الشرمولة فالنصيحة اللي نقدر نعطيكم باش بوليداتكم يتقبلوا لكم الماكلة هي أنكم تعطيهم شيء مفيدة بطبيعة الحال ولكن تعطيهم شيء شيء جديد في الماضيق حيث هم مره يتضوقوا كي يعرفوا شنية اللي بنينا شنية اللي ما بنينا شو طبيعة الحال ما غديش نديرونهم بزاف ديالعطرية بالنسبة للملح فتدرق بالميك الملعام حاولوا بما أمكان ما تديرونه شليهم الملح نهائيا انوازت بحلقة صغي و رصافي ملء أحسن سكار الملحة الزيت قعدوا عليهم قدم ما قديته صافي نبدوه انا اختارت هنا صدر ديالدجاج درتوا لي بحلها كقطاع صغيرة عندي هنا البطاطا خيزوا قاعد الخضر قطعتها طريفة صغيرين إذا كنتوا قد تعطيوا للطفل قبل ما يكمل لتسع شهور أو لا حاولوا تتحنوا لهم ولكن فاشي دير الدري سبع شهور حاولوا تعلموهم يأكلوا باش يتعلموا ويأكلوا عندي هنا بطاطا طريفة صغيرين عندي هنا خيزوا طريفة صغيرين عندي هنا لبيتين قطعتها طريفة صغيرين عندي قصبر مع بنوز واحد الررس جيل التومة الخرقه مزيت البلدية و الملحة حاولوا الطيب والوليداتكم مزيت البلدية فهي كتكون صحية أكثر مزيت البلدية مزيت البلدية أو تصوير و مزيت البلدية حاولوا التأكد في الناس بلدية كم المنطقة كما تقوموا بها من فران أو كما تقوموا بها و كما تقوموا بها احسن حاجة مقلية نهائيا احسن حاجة هي مبخرة او لف الفران باش الخضر والدكشيكم اللي كتطيبوا لهم يبقى محتافة على الفوائد ندروا دبا في الكسكاس ويردوا اي طيب فط الفران وها هي الغليوة والدات الخضيرة ها هي من اللي كتطيب يكونوا اكيدين سيأكلوها لهم وليداتكم كتبني نفسها في الوما نعطيه كده يصير تفيف حاجة بحلقة تحتهم له وصافي المهم في النهار كل نهار ومرة دجاج مرة حوت مرة لحم مفروم مرة بيد يعني ضروري في النهار دخلوا لوليداتكم مصدر البروتين في النهار فهذا ما حاجة ضرورية كيحتاجها الجسم ديالهم وصافي الحاجة اللي نقول لكم هو إلكتو قد تدخلوا لهم تحتاج البروتين فمن الأحسن تكون في وجبة الغداء فمن الأحسن تكون في العشاء حيث كان عارفوه بالليل الهادم كيكون تقيل بسزاف الليل وهذا كانت يا وجبة تتعطي فبالنسبة الوجبة الغداء أو كاسكروت اختارت هنا نعطيه زويتة بالليل مع الخبز دخلاني هذا ديالو كل مرة وشنو كنعطيه الصراحة مرة كنعطيه هكا خبيزة وزويتة مرة دانون مرة كيكا مرة طان كيك بالبانان اللي ان شاء الله سنتشارك معكم الوصفة ديالو في فيديو آخر كي يعجب بزاف الوليدات الصغار كل مرة وشنو كل مرة هكا مرة كنعطيه دانون في فواكيه مهمة كل مرة صراحة وشنو كنعطيه اليوم اختارت نعطيه زويتة زويتة بالديا كنعرفو الفوائد ديالها اللي كتير بزاف و غدي نعطيه واحد جيل في اللي راكم عارفين حتوى في الكالسيوم غني بزاف وصافي هالي يكنت الوجبة ديالو ديالا الكوتي فبالنسبة للعشاء حتى هو كل ليلة وشنو كنديرلي اليوم اختارت نديرلي تشيشة بالبولة ديالشعير فكنعرفو بلي هي مفيدة للدراري الصغار زوينة بثاف زوينة كمال دراري الصغار والكبار انا كنديرها اللي في العشاء كنحاول نديرلي السواء الب البولة بالحليب كنناخدلي هدو كلبات بالقمح الكامل كنديرهم الميلي تغمى بالحليب السواء كنديرلي الروس وكل مرة وما نديرلي شمرات السوب بدل الخضرة ولكن غالباً كنرتكز على شي حاجة بالحليب اللي كنعشيها فيه فسفى كل شيك يعرفو يديري الب البولة سنناخدوه الكمية منها ونغسلها نضي راه كسرنا مع شوية دي الماء شوية دي لذي لديها وقبيص صغير وردي للملحة ونخليها حتى الطيب وغن نغشيها دي وكانت هادي هي عشيوتو ليلة هناك نكون سلينا الفيديو دي لنا نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تكونوا نستفتوا ولا والقليل من بعض الافكار اللي قدمت لكم ان شاء الله غد ينزيد نبرتجي معكم افكار اخرى الوجبات لأطفال ما تنسوش الى عجبكم الفيديو تبارتجي مع اصحابكم و الناس اللي كتعرفو باش تعمها كالفائدة و الى اول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تشتركي باش يوصل كل جديد خليت لكم راحة البال تلقوا الفيديو الجاي ان شاء الله بسلام عليكم